السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن تربية الأطفال كيف نتعامل مع الطفل المشاكس هل نتحاور معه هل نعنفه هل نضربه العديد من العائلات والأسر توجه مشكلة التعامل مع أطفالهم وأولادهم وبناتهم خصوصا إذا ظهر في الطفل حالة من الشغب أو كان كثير الحركة وإذا حدثوه يتصف بالعناد ولهذا نجد الكثير من العائلات تشتكي وتبحث عن الطريق المتلى في التعامل مع هؤلاء الأولاد مما يدفعهم لتجنبهم في معظم الأوقات حتى يتجنبون غضبهم الكثير من الأمهات يقع لهم الحيرة تتحيرنا بشأن اختيار الطرق المناسبة للتعامل مع الطفل أو الولد أو البنت لفي صفة المشاكسة مشاكس وعنيد هل نختار طرق العقاب أم نختار طرق أخرى ونبتعد عن ما قد يؤثر على نفسيته وشخصيته لأن الضرب عادة قد يؤثر على نفس الطفل ويجعله أكثر مشاكسة وأكثر عناداً إحدى الأمهات تقول إني معذبة لقد رزقني الله بابن وكنت معه فرحة مسرورة ولكن لما بلغ سن أوشك على المراهقة صار هذا الطفل 12 سنة 13 سنة أكثر عناد وأكثر مشاكسة وكثير الحركة ودائماً في البيت يحدث شجارات وإذا خرج مع أبناء الجيران دائماً هناك مشاكل لا تكاد تنتهي مرةً أنصحه وأخرى أوجهه ولكن دون جدوى فأضطر لضربيه وتعنيفه هذا الضرب والتعنيف يهدئ من روعه ويبدو أنه يتهدأ وتتحسن سلوكه لكن ما هي إلا أي معدودات حتى يغضو أسوأ من مكان ويعود إلى السلوك نفسه كيف أتعامل معه؟ كيف أصنع معه؟ هذه الشكاية لقدمتها السيدة ربما الكثير من الأمهات والأباء يعانون من نفس المشكل كيف نتعامل مع أطفالنا؟ كيف ننشئهم نشأة حسنة؟ كيف نربيهم تربية متوازنة؟ لأن الأولاد هم نعمة عظيمة المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكن أحياناً إلا كانت فيهم المشاكسة والعناد والمشاكل والصراعات والشجارات كتحول الحياة إلى معاناة مستمرة الخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم تربية ينصحون بأنه ينبغي أن ينشأ الطفل داخل الأسرة ينشأ على التربية الحسنة على احترام العادات والتقاليد على احترام القوانين للمنزل على شيء من الانضباط لكن لما يكون الطفل عنيداً أو مشاكساً هذا في الغالب يعاني من نوبات غضب مزاجية عند حالة الغضب المزاجي مكون فيه ربما لما كانت أمه حاملة تعرضت لبعض الضغوطات النفسية أو بعض المشاكل فتولد لديه هذا الرغبة في الغضب وصارت عنده نوبات مستمرة وصار مزاجي لهذا ينصح أن المرأة لما تكون حامل في الأشهر الأولى أننا نحرس على أن نتعامل معها معاملة الاهتمام والتقدير حتى ولو صدر من خطأ بيّن نتجاوز لأنها حاملة روحة في بطنها هذا الجنين يتأثر بفرحها وسرورها كما يتأثر بحزنها وبغمها فالطفل العنيد أو المشاكس كان فهمه أولا بأنه لما كان في بطن أمه كان يتعرض له الصدمات بسبب العناد أو المشاكسة التي كانت تتعرض له أمه فهو بريء وكالقوا من صفات هذا الولد أيضا هذا العادات تتكرر لديه وتتوسع لما تكون عنده فترة نوم غير منتظمة كانت تلقى هنا أسبن بالنهار وفيق بالليل علامات عنده هكذا النوم عنده غير منتظم المفروض أننا ننام بالليل ونستيقظ بالصباح جعلنا الليلة سباتة وجعلنا النهار معاشا هذا هو النظام لخلق الكون خلق الله سبحانه وتل في هذا الكون الليل يكون سبات والنهار يكون معاش لكن الطفل العانيد أو المشاكس كتلقى عنده اضطراب في النوم وتغيير النهار كنعس الناس هو كفق وملك الفقه هو كنعس وعنده أيضا اضطرابات في تناول الطعام ما عندهش وجبات منتظمة ما عندهش إفطار غداء عشاء كي يأكل بأعشوائية ثم كيكون عنده حساسية مفرطة في أنه يسمعسي صوت أو يلمس شيء إنسان إلا وكيشعر بحساسية مفرطة ضغية كين تفض فهذا الطفل هو حالة مرضية إلا كان عندي طفل مثل هذا كان اعتبره بأنه خصو العناية وخصو الرعاية خصو نخرج من هالدائرة لهو أول واحد معدب فيها وإلا بقى غد يعدب الآخرين وأول من سوف يعدب أمه وبقية أفراد أسرته كان بحتو جميع على الطريقة السليمة للتربية والتوجيه وكان حاول ما أمكن نتجنب الطريقة العنف والضرب التي يلجأ إليها الكثير من الأسر كالقول غالب العنف والضرب كيلجأ إليه الأب والأم كتلجأ للسب الأمهات كتلقاهم دائما كيسبوه كيقولوا ربما كلم سيء في الأولاد وكيدعيه بالسوء وهذا كما قاله النبي الكريم تكترنا اللعنة تكلم على معشر النساء قال تكترنا اللعنة وتكفرنا العشير يعني غيكة تسبولها وانتسبها وانتكدها فهالطرق هي غير سليمة الطرق السليمة للتربية والتوجيه هي أشياء أخرى ذكرها الخبراء في علوم النفس والاجتماعي والتربية أولوها علينا أن نشعر الطفل بأنه ينتمي إلى أسرة محترمة لأن الطفل المشاكس المعاند لا يشعر بالانتماء لهذه الأسرة أو لا يشعر بالراحة والافتخار أنه ينتمي ما عاجبوش لحال ما عاجبوش للوضع علشي ولدتوني أصلا علشي أنا ولدتوني في واحد البيئة اللي فيها اضطرابات أو فيها فقر أو فيها كده خسنا نعود ونشعر بالانتماء للأسرة لأنه كلما كان يشعر بعدم الانتماء لهذه العائلة لهذه الوسط كتزايد عنده مشاعر الغضب اتجاهها وللزايدة عنده كيتصاب بتغييرات سلوكية سلبية فكي عنده رغبة في ممارسة العنف الجسدي على الغير كتلقى مثلا لكن بقي صغير كتلقى كيلعب في الدماء ديالو الألعاب ديالو كيكسرهم أي لعبة عطيتها له مدوش نهار واحد غدي كسرها غدي يعبت بها ولكن كبير شوية كأنه تجاوز العصر سنوات كتلقى عنده الرغبة في ممارسة العنف على الغير أو ربما قد يصبح صليط اللسان أنه يتكلم بكلام ليس من سنه أو يقول كلمات له يجارحة أو له يفعل حياء خلش للحياء كاللحظة على ما أخرى على هالطفل المشاكس والطفل العنيد الذي يميل إلى الشجار كالقو بأنه عنده ضعف القدرة على التركيز في الدراسة فطبيعي شدا غدي القو مستوات دراسة ضعيف ودائما كيسب بحث المتاعب للأساتد والمعلمين والمعلمات في المدرسة لأنه لا يركز وخيكي بغي يحفظ وخي الأم غتزع للعصة وتقول لي غتقرأ وغدو الساعة الطويلة ولكن لا يركز ما كيحفظش وما كيفهمش وهذا في الغالب إلى استمر قد يلقى الضغط عليه في البيت والضغط عليه في المدرسة هذا كيأدي إلى العزوف عن الدراسة ثم الهدر المدرسي لذا كالقاو الهدر المدرسي ما الشغل في القرى وفي البوادي كالقاوه في المدن والسباب كيكون هالطفل هو تقار عياء ما عندوش تركيز كيبغي يحفظ ما عندوش الرصد للحفاظ ولدي الفهم وكيلقى دائما تأنيب والعتاب من العائلة وكيأعود لقى النفس التأنيب من الطاقم الدراسي المعلمات والأساتدة وهكذا كيف يفضل أنه يفر ويهرب ويعزف عن الدراسة إلى خرج من الدراسة هالطفل هو بقي مازال صغير كيكون عرضة للتعرف على أصدقاء السوء هناك القوم جموعة هذه الوليدات كيتلقى نغياء بسرعة بقي 12 عام 13 عام تعرف على أصدقاء السوء مشا للتدخين مشا لأشياء أخرى محرمة وممنوعة قانونا وكيأعود خطر على نفسه خطر على أسرته وخطر على المجتمع كل طفل من اللي كيلقى كيلقى التضييق في البيت دياله وكيلقى الضغط في المدرسة غادي يهرب وبالتالي غيقلب على شكل يكون معاه غيقلب على أصدقاء السوء هم اللي غادي يعطوه ما يريد وغادي يلقى عندهم ما يشاء ومن ثم غيكون الضياء الكبير لهذا الأولاد ديالنا والبنات هما أمانة في أعناقنا هما كيف خلوا واحد الوليد سمعته واحد مرة قال لي أنا بحل الكرة أنا بحل الكرة فيما دربوني كنتدرج فيما لحوني كنتلح هؤلاء الأطفال صغر هما أمانة في أعناقنا لابد أننا نحرص على أننا نوجههم التوجيه الحسن ووجب على الآباء والأمهات أن يتعلموا الطرق السليمة والفعالة للتأذيب وضبط سلوك الأطفال ولعل من أبرزها أننا نتجاوز الحلول المعاقبة ما تكونش لحل الأول هو العقاب ما يكونش لحل الأول هو الصراخ بعض الأمهات والأباء ما كلهم مهمش الله يحسن العوان لأن الضغط يولد الانفجار أول ما كيبغي يبدأ معه ولده بنتوك يرفع الصوت دياله وكي يدير الصراخ وكيبدأ في العقاب وهذا كله كيسبب في المزيد من تعقيد الوضعية النفسية يجب أن يكون ما بين الآباء والأمهات والأطفال ديالهم وحد الفزحة ديال الحديث فزحة ديال الكلام من اللي كيلقى ولدي أو بنتك يستعمل واحد طريقة غير سليمة كان حاول نجلس معاه ونحاول نسوله نتكلم معاه وأنا وربطه على كتفه كان لمسه لمسحانية وكان حاول أتفهم موقفه لأنه هو بقى صغير يلا الضغوطت في نفسه ونسمع منه وحتى هو وغى يسمع مني وهذا الكلام والفزحة ديال الحديث هي ضرورية لا بد أن يكون بيننا وبين أبنائنا وحد القدر معين من المحادثة الحوار نتعلم الحوار والمحادثة وننزل إلى مستوى الأطفال الصغار ونحاول نرفعهم إلى مستوى الناس الكبار بطريقة فنية ثم إذا صدر منهم أي عمل سيء نسارع عن نهيهم عن هذا الفعل مش الضرب والعقاب والصرح لا ننهيهم عن هذا الفعل ونأمرهم بتركه ونبين الخطر لهذا الفعل أنه لا يليق وأنه في أذية للآخرين وفي إزعاج للآخرين ودائما نحرص على أن نمنحه بدائل ليستمر في التعبير دون إزعاج نعطيه البدائل يعني واحد الباب مسل الكوش نفتحه للباب الثاني مشيئة الباب مغلق سوف نقل هذه النهاية لا دائما نحاول أن نفتح بدائل جديدة نمنحه دوما فرصة جديدة وهذا البدائل غد يقدر أنه مع المدة يتمكن في التعبير بطريقة لبقة ودائما بالأباء والأمهات وأولادهم لا ينبغي أن تضيع روح الدعابة روح الدعابة وأنا كانت تكلم مع أولدي وبنتي كيكون الدعابة ومر مرة كان عنق ومر مرة كان قبله وكان قول روح الدعابة في الأوامر والنواهي طفل صغير هو مثل العجين كيسموه الفلاسفة اليونان مثل الهيولة الهيولة هي العجين التي نشكلها كيف نشاء فتكون عدنا روح الدعابة وروح المرح وإحنا كانت تكلم مع أولاد الصغار ومرة مرة كانت عنق أضمه إلى صدري مرة مرة كانت نطيق بلا دافئة كيشعر بالحنان والعطف هذا العنق مهم للغاية احتقلوا العلماء بأن الآباء والأمهات واجب أن يعنقوا أبنائهم ثلاثة مرات في اليوم العنق الأول يؤدي إلى النمو السليم في الجسد والعنق ثاني يؤدي إلى النمو السليم في النفس والعنق الثالث يؤدي إلى النمو السليم في العقل فكي كل وليد قادر على أنه ينمو مثل الورود والأزهار ندربه على أنه يحترم لآخرين احنا في المجتمع لسنا بمفردنا احنا اجتماعيين لم يخلقنا ربنا عز وجل فردانيين كل واحد يعيش في عالمه المغلق لحنا مع الجماعة واحتف الصلاة كي قلنا الله تعالى نقول اهدنا الصراط المستقيم لم يقل نقول اهدني ولكن اهدنا يعني الفكر الجماعي وهذا الفكر الجماعي كي يختار منه أحترم الغير في المنزيل في الحومة في المدرسة في الطريق العام في الأسواق في أي تجمع لابد أن أحترم الآخرين وإذا قدر الله تعالى وكان هذا الطفل مشاكس أكثر من اللازم ولا يستوعب هذه التوجيهات لا بأس أن أستعمل عقاب ولكن عقاب لا يؤثر عقاب ليس فيه الضرب والتعنيف وحد العقاب الذي يكون الهدف منه إشعاره بالخطأ الذي وقع فيه إشنا وهد العقاب أولا نطلب منه تصليح ما أفسده مثلا هرس شحاجا أو بعتار شحازا كنقول له عود صوبها تخسرتها عود صوبها مش نضربه أو نعنفه أو نرفع صوتي عليه بالصراخ وإنما نقول له هاتش اللي اللي انت أفسدته أعيد إصلاحه كنعلم الإصلاح ولكن مثلا ربما أسائل الآخرين كنعلم فن الاعتذار يعتذر للآخرين لأن الاعتذار وفن كن تعلموك كل إنسان ما يتعصبش كنحول ما أمكن إذا أخطأ الخطأ وارد كن مشي عند فلان قل اسمح لي لم أقصد إذا كان واحد الكلام جارح كنقول له كنستعدر أنا أسحب هذه الكلمة خرجت مني سهوا كنعلم الاعتذار لمن أخطأ في حقه إلا كان الطفل ربما بقي صغير وما كيفهمش هذه المعاني الكبرى كنستعمل معاه واحد العقاب ما فيش الضرب عقاب لا يؤثر وهو عقاب الحرمان مثلا إذا در حاجة مزيانة كنعطيه بعض الحلويات أو الشيكولاتا أو نعطيه الهاتف ديري لعب به أما إذا أساء كنقولي لا ما نعطيكش للحاقك الآن من الحلوة أو الشيكولاتا أو اليوم قد تحرم من الهاتف في النقال تشوف بعض الألعاب اللي بتلعبها كنحرمه كنحرمه من بعض المتع دون أن أضربه هذا كنتسم العقاب الذي لا يؤثر لأن الضرب والصراخ هذا كيأدي إلى الخوف وكيأدي إلى رد الفعل يعني التمرد المعاكس ثم هذا الحوار كننصدو به إلى النصائح أننا نشجع على الطفل الصغير المشاغب كنحاول ننصحه بعدم عدم الوقوع في هذه التصرفات لأننا نطلع سمعة سيئة نشعره بقيمة التصرفات الجيدة التي يقوم بها أكيد أن طفلنا مش دائما أعماله سيئة بعض المرات كدلشي حاجة حسنة كيقولي برافو كنصفق عليه أحسنت لقد أحسنت في هذه در واحد العمل إجلس إجلس مؤدب عندي ميتسي لك اليوم قلسي الحمد لله جلسة مؤدبة كيأكل الطعام بطريقة محترمة أحسنت اليوم وجبتك للطعام تناولتها مع الجماعة بطريقة سليمة مشل الرحلة أو در أي عمل جيد كنقتنص الفرصة وأتني عليه لأنك بعض الأمهات والأبات والأباء يعني لا ينظرون إلى التصرفات الحسنة لا ينظرون إلى الأعمال الجيدة لقبل ولد وهناك يشعر بأنه لا يتلقى التناء لا يتلقى التشجيع في حين إذا در عمل سيء كينتابهوا وكيكون نرد الفعل ينم الشديد وده خطأ في الآباء والأمهات لابد أننا نشجع أبناءنا ونتني عليهم إذا أقاموا بتصرفات جيدة ثم نحاول ما أمكن أننا الطفل اللي يكون شقي نحاول ما أمكن نستخرج منه ما هو فيه نقي لأن كل شقي عنده وحد المخزون دي الشقاء وعنده أيضا مخزون دي النقاء نحاول ما أمكن نستخرج منه الطاقة الإيجابية وهذا يقتضي منا أن نشرح للطفل نتحاوله معه نشرح لي ما هو الخطأ ما هو الصواب هذا الأمر الالتراجي جدا فيه الأجر والتواب مع الخالق عز وجل والناس إذا شايفوك تقوم بهذا العمال غد يحبوك وغد يعتنو بيك ولدى الخطأ نقول لي هذا خطأ ما يمكنش هذا خطأ بعد أول حاجة الله تعالى يغضب عليه والناس يستأوا منه والمجتمع ما كيبغيش حبما الطفل لا يدرك لا يدرك ماذا الضرر الذي سببه لك أو لغيرك هو الإدراك ديره بقي ضعيف ما تحاولش تضربه وتعنفه حاول تشرح ليه وتحاول تنمي المداريك دياله وهذا يقتضي من الأباء والأمهات أنهم يخصصوا وقتا للجلوس مع الأطفال كين معظم الأباء والأمهات دائما غيبين أو مشغولين بالنهار غيب في العمل أو في المساء مشغول مع الهاتف النقال أو مع التلفاز وهذا يخليط طفل صغير ما عنده شو وقت دير التربية مع الأباء والأمهات لا بد من تخصيص وقتا للجلوس مع الأطفال والمحادثة معهم ولا بد أيضا من فترة للعب لا بد خصي ننزل إلى عالم طفولة واللعب معه والديو مع ابنتي لعب معه وأثناء اللعب كندوز ليه مجموعة دير المبادئ وعلمه بعض الأداب والقيم والأخلاق عن طريق اللعب أيضا ممكن أن الأبناء دينا نجعل لهم قدوة حسنة من السلف الصالح من اللي يبغي نام الطفل الصغير ممكن أنام بجانبه ونحكي لي قصص قبل النوم الأطفال الصغار كيبغي أحسن طريقة للتربية بعد العناق والقبولات وهو أن من اللي يبغي نام الطفل الصغير الأم أو الآب كيجي ناسه ده وكي عنقوك يشعر بالدفئ دياله وكيحكي لي قصة والجميل أن تكون القصص تربوية نافعة إما ممكن نقص عليه قصصا من السيرة النبوية الشريفة لسيدنا النبي وهي غنية جدا غنية بكل مبادئ التربية والتوجيه أدى بني ربي فأحسن تأذيبي وإنك لعلى خلق عظيم وعدنا قصص كثيرة ديال الصحابة وديال التابعين وعدنا أيضا قصص ديال السلف الصالح وعدنا قصص كثيرة ديال الناجحين في الحياة ما أكثر الناجحين وقد تكون قصة فقط للتسلية قصة خيالية ديال بعض الأبطال وديال بعض الأشرار وكان ندوز له المجموعة ديال المبادئ قبل النوم نحكي لي قصة بصوت دافئ كان يا مكان في قديم الزمان كانت فتاة جميلة شعرها أنيق وعيناها لامعتان وكان دب بجانبها كان يشعر بالجوع يبحث عن الطعام وهي خرجت لتقضي هكذا قصة كان حكي لي نقول لي بواحد اللغة سليمة باش ندوز له اللغة وندوز له الإحساس وندوز له المبادئ وكان قيم الشر وقيم الخير وحتى كيديه النوم هناك يعود طفل كي تربى بطريقة تلقائية وبسيطة وكتعود وحد المودة ومحبة مع الأولاد هذا من جهة من جهة تانية كان بعض الأولاد اللي هميا ما عندهمش العينة أصلا وما عندهمش شغب وكان تلقى ما عندهمش الحركة غير بحل الأمانة هذا مشكلة آخر ملك كل ولد ديالك أو البنت لا يحرك ساكينا ما عندهمش شخصية هذا خطر لابد لأن الطفل إلى كان هكذا أيضا ليست حالة جيدة هناك نصيحة عند علماء التربية أننا خسنا ولدنا يكون فيه واحد شخصية نشجعوه على يكون فيه واحد النسبة ديال العناد وديال المشاكسة تكون فيه واحد النسبة يكون عنده الطاعة ولكن ما يكونش عنده التسليم المطلق ما يكونش عنده الإنصية التام لماذا لأن لأن بعض الأولاد اللي كانوا هكذا مسلوبية الشخصية هذ الأولاد مليك يكبروا أي واحد جاء كي أثر فيهم أي واحد قلهم واحد الفكرة خارج البيت لأن من بعد سيخرج للمدرسة ويخرج للمجتمع ويطلق مع الشباب آخرين مع أولاد آخرين فخسو تكون عنده واحد شخصية مستقلة يعرف يقول لا إذا كان دائما عنده دائما طاعة والتسليم والأنصية وكل ما يقال له خسوين الفد هذا خطر خسوين الفد بالتفكير ليس دون التفكير لابد أن نعلمه التفكير في الأشياء وإعمال العقل على ما يترتبوا عليه الأفعال وإلا كالقاوا بعض الولاد الصغار كالقاوا مكين حارف وكانوا في الأول مزينين غادين كدوا ليك سبحان الله دا كدوا ليك كيفاش كان كيفاش ولا في الأول كان غادين مربي ودوي معاك يتزناق وكيتمتام والأخت لي كديرها غير كبير واحد شوية وخرج للمجتمع ونحارف إما كتلقاها كيمشي مع بعض الجماعات دي الكرات القدام اللي كدروا العنف وكدروا الشغاب في الملاعيب كيلقيوا القبض على ولداتهم كدروا أنا أولي كان درويش كيفاش ولا هكذا كيعود منصا أو كيمشي ربما الانحراف كيمشي ربما السجائر والمخدرات وكدا أو لربما كيمشي كنسمعوا أطفال ولدات يالله بدي كيكبر 16 سنة غاد يحرق غاد الهجرة السرية وكلقا ولدات ربما مليك كبروا شوية يلا دخل المراهقة ولد فيهم أعمال جنسية منحرفة كيلقا الأباك ينهاروا مليك يسمعوا هاد الكلام وكلك يمشي ربما كيكبر شوية كيو عنده أفكار غريبة وكييشحنوشي واحد يديه الإرهاب شحال الناس اللي كيمشوا مع الجماعات الإرهابية بقين صغار 18 عام 20 عام وكيحطوا على حمل السلاح وفعل كيكون ما عندهش شخصية كيكون ما عندهش القدرة على قول لا لهذا ف من الطرق في علوم التربية أننا ما نخلش ودنا هكذا دائما عنده الطاعة والتسليم المطلق لديه واحد شخصية نربيه عليها شيء من العند والمشاكسة احتور فيه واحد الفائدة وما كيكونش الطفل سهلا في الإنقياد لأنه يكون عرضة للاستلاب من طرف الآخرين وهذا يقتضي أننا في البيت لابد أن يكون عندنا واحد الجو فيه الرحمة فيه المودة فيه المحبة وأيضا فيه شيء من الديمقراطية من اللي كي يختروا الوليدات كي يعد الأب مضطر أنه يصير ديمقراطي عندنا عندنا واحد مجموعة للأبناء والآباء متعدد الأفراد هنا لابد المحبة والمودة والرحمة واجبة ولكن أيضا نتعامل معهم بشيء من العقلانية والديمقراطية لأن الزمن للأب الديكتاتوري الذي يفرض الأراء وكي يتعامل بضغط هذا عهد ولا وأدبر زمن راح بلا رجعة الزمن الديكتاتوري ما بقى صعيب خصوصا هذا الجيد صعب مع الثورة التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي أطفال صغار عندهم شخصية كبيرة ويرفض أنك تعمل معه بالضغط وبالديكتاتورية خاصة لأباء الأمهات تعلموا ببادئ الديمقراطية في التعامل مع الأولاد وتكون هذه المرحلة اليوم هي المرحلة الحوار ودي المناقشة ودي الإقناع ثم نعلموا أبنائنا أنهم يمتلكون مهارات لتعامل مع الأشياء نرسخ لهم المسلمات نعرفون بأن هناك توابط توابط ومسلمات نرسخ لهم في العقول وكي هناك متغيرات حسب الحال كنناخدوها حسب المصلحة ثم أن فرض الأراء والقبول بالإنسياع هذا كله يقول العلماء التربية الآن ليس جيدا لأنه قد يستمع إليك ابنك في حضرتك ولكن لما تغيب عنه يفعله وما يشاء كالقوا بعض البنيات كيعيشوا في أسر محافظة كيف رضع لها أنها تدير الحجاب وتدير تستور مشي بإقناع كيف رضع لها فهي خوفا منه تمتتل ولكن لما لما كتخرج مع أصحابتها وكتكون بعيدة عن الأنظار تزيل ذلك اللباس وكتلمس لباس عادي وكم من أباء وقعت لهم صدمة لما صادف ابنته في هذه الحالة لأنه لم يعطيها الإقناع لابد أن نعلم أبناءنا على بناء القناعات ونرسخ لهم الأشياء في نفوسهم ثم لا نفرض عليهم الأراء ولا نجعلهم يقبلون بالإنصيع بكل شيء هذا ربما بعض غيض من فيض ولا ربما لكم الكلمة مستمعي الأفاضل أنتم عندكم أبناء وبنات لعلكم تواجهون مشاكل معهم سواء في الطفولة أو في المراهقة أو في الشباب ولعل الكثير منكم أيضا نجح نجح بشكل جيد في تربية الأولاد وتربية البنات بغيناكم تواصلوا معنا وتخبرونا سواء اللي هم نجحوا في التربية والتوجيه يبصرونا وينوروا الفكر دينا كيف تعاملت مع ابنك ما هي الطرق السليمة لتعاملت بها حتى لقيت ولدك وابنتك بصحة وعافية جيدة بنفسية مستقيمة وصار في طريق النجاح وأيضا الناس اللي هم فشلوا في تربية الأولاد وكي يشعروا بالمعاناة يخبرونا كيف هي الأوضاع ونتعاون جميعا نتبادل نصائح بعضنا بعضا وهكذا ربنا عز وجل يبارك في الأولاد والبنات نسأل الله تعالى العلي القدير أن يحفظ كل أبنائنا وبنتنا وأن ينبتهم نباتا حسنا وأن يربيهم تربية صالحة وأن يكونوا قدوة لغيرهم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة